السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب يوميات كريمة كريمة نهاردة ان شاء الله هعملكم الطريقة صحيحة مية في المية للشلولة والصعيد من قلب الصعيد زي ما احنا كنا متعاودين نعمل زمان وحنا صغيرين وما زينا نعمل حدق بنفس الطريقة دي بس قبل المكونات عندي ملوخية مفرومة ناعم يعني الملوخية بتاعت الشربة بتكون انعم صنع بسيطة من الملوخية العادية بتاعت الشربة عندي توم مفروم بملح مفروم كويس عندي حبة كمون عندي 3 حبات عندي 3 حبات عندي ميا باردة هنه احنا نستخدم ميا باردة مش هنستخدم شربة لان هاكل هنيف ثني بارد يعني انها مش هنحط شربة خالص هي اساسا اكلة باردة على بعضها سريعة دك جيب الطبق عندي احط فيه الملوخية النعمة هحط عليها التوم هجيب معلجة وخلاص حقية التوم عليها هعصر اللمون ولو طلع اي بذر هشيله بصوا الاكلة دي فايدتها ايه ان انت بتستخدم كل حاجة باردة فانت كده هتاخد فايدة اللمون وفايدة التوم هو بارد لان بفعل فايدة التوم فايدة اللمون لما تاخدهم كده زي بهم من غير اي حاجة سخنة اهو عصرت عندي اللمون كويس خالص دك احط سنة الكمون واجلبهم مع بعضهم كويس خالص وزي ما قلت لكم يا جماعة الاكلة دي مفيدة خالص للمناعة لان معروف اللمون او ان تحطيه على حاجة سخنة بتتكسر فايدته فعشان كده احنا هنستخدم زي ما هو كده بارد والتوم برضه فايدة انك تاخدين اي كده زي ما هو وفا احنا عملناه اكلة حلوة بسيطة سريعة طعمها لزيز اهو باجلبهم مع بعضهم كويس خالص اهم حاجة جزء التجليب نخلو التوم واللمون وكلو مع بعضيه يدخل في حبات الملوخية عشان تبقى طعمها حلو تبقى متجانس ما تفصلش منك لما تحط عليها المياه اهو وصلت للطريقة دي دك احط المياه شوية شوية ما بتتحقش كلها عشان ما تفصلش منك كل ما تحق شوية يفضل اجلب كويس خالص على فكرة موضوع كلها على بعضي مش هياخدوا معاك اربع دقايق وتكوني عملتي احلى اكلة اهو بحط المياه شوية شوية زي ما قلت لكم اجلبهم مع بعضيهم اهم حاجة جماعة المياه مش شربة ان هي مياه ساجعة عادي اهو بحط شوية شوية واجلب وهو عام حاجة التجليب زي ما قلت لكم عشان يتصلش اجلبها كلها تدخل مع بعضيه بص يا جماعة هي دي طريقتنا الاساسية اللي احنا بنعملها اي طريقة تاني غير كده مش هي دي الطريقة الحقيقية اصح احن سيت اقول لكم ان انتم ممكن تحطوا شقط علي احنا كنا بنحط شقط زمان ان احنا صغيري على بس دك بقلت عشان عندي اطفال اهو هجلبها لحد موصل للسمك اللي انا عازي انت عايزيها تخينا براحتك عازيها خفية براحتك انا هعملها تخينا عشان عارفة كلها بالعيش لكن احنا زمان كنا بنعملها خفيفة عشان كنا بنكل العشي الشمسي بيها لكن ده كل عشي بقل معيش المصر العادة عشان كده هخليها تخينا شوية خبصات للسمك اللي انا عايزها حقيتها في طبق التجديم احنا كده بنحق اللمون حي جزباج اللمون بعد ما عصرنا ده لمون اللي كنت عصرها جشل اللمون حق فيها دك احط جرن فلفل حراج واسط انت هس شط براحتك والفها نوشفها